اليوم الحكومة الأمريكية مجبرة مجبرة ليش مجبرة أن تذهب إلى تطبيق الالتفاقية ليش مجبرة لأن عدى أخفاقات كثيرة بالعراق والمنطقة مثل أفغانستان مثل العراق صار عدى أخفاقات جدا كبيرة والآن أمام المجتمع الدولي أمام العالم تجربتها بالعراق هي تجربة فاشلة فعليها يجب على أمريكا الذهاب إلى تطبيق أي اتفاقية ستراتيجية لإرجاع العراق إلى وضع الطبيعي مثل ما نعرف بأنه بريطانيا أيضا دخلت على القط منذ أشهر ومن ضمن الأسماء اللي كانت مرشح أو الدعم المباشر اللي أجي من بريطانيا ومن أمريكا إلى السيد مقتد الصدر أها أي طبعا سمحت سيد مقتد الصدر مدعوم أمريكيا مدعوم أمريكيا وبريطانيا شلو أعلم ماذا نستندت؟ عزيزي عزيزي ويقول لك أمريكا خصم أمريكا محتلة محتلة ولكن هذا دعم سياسي دعم السياسي شيء لتحقيق مصالح مصالح مشتركة هذا حق مشروع من حقه سياسيا من حقه ليش؟ اليوم يوجد سلاح منفلت بالعراق يوجد ميليشيات منفلتها بالعراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر